الخبر الأول اللي عدنا عن إيمو مار وفضيحته النور مار فإيمو نزل على حسابه بالإنستجرام هذا الستوري اللي كان بيتسجيل يفضح به قمر مار ونور مار بحيث انه قمر مار تقوله بوقتها الإيمو مار انه باريش داد اللي هو أحد عضا فريق نور مار قبل ما يطلع قال النور مار انه أنا حطلع من الفريق لانه انت بقيت وحيد وما عندك أصدقاء فبهذا التسجيل بعد ما قمر مار تقول الموضوع الإيمو تقول انه باريش كانوا يحق راحطوكم هذا الستوري شوفو طبعا بعدها إيمو مار نزل على حسابه بالإنستجرام هذا الستوري اللي يقول بي انه بجر الساعة بالأربع راح ينزل مقطع على قناتي باليوتيوب وراح يفضح به نور مار لحطوكم هذا الستوري شوفو كيف كون يا حباتي يا الباتي انتظروني بكرة على ساعة أربع قناتي بدي أوضح لكم شوي أكتر شوي بس بدي أوضح لكم بكرة على ساعة أربع طبعا نور نزل الرد على إيمو مار فنور نزل على حسابه بالإنستجرام شوية ستوريات يقول بها انه الله يصامح الجميع وما توقعته هذا الشي من ايمو يعني تقريبا والصراحة شوية حسيت ان يقصد بكلام قمر مادري عليكم نحطكم الستوريات ونتحللوها بالكومنتات وصلتهم لعدد كبير انا صلي 3 سنين لحتى وصلتوا تخيلوا هم وصلوا بشهرين وفوق كل هالشي انا كلها بحطها بدعم الاخوة بالرفقة بالشوال كلها بس هنن ما بيحسنوا قدروا هدا الشي وبتموا بطعنوا والظهروا بغاروا وبحطوا عقبات الناتحد فانا ما بتوقع انه الناس انا هلا اخوي انا ما باهتم فيك شي ابدا اخوي هلا عبقول لي انه فيه هيك 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 فاتفاجأت انه معقول بعد كل هالشي هيك الناس تحكي عليه عكل حال انا مسامح الجميع وهالعقبات البسيطة مستحيل انه توقفني يعني في عقبات كانت اكبر وما وقفتني ولا هتميت غير هيك يا جماعة انا مستمر اذا كنت لحالي اذا كنت مع الفريق اذا كنت حتى مع اخوي او من دون اخوي انا مستمر المهم انه عبا اعمل شي اللي بحبه متفاجين يا جماعة انه انا بحكي بيك موضوع بالعادة انا ما بحكي بيك موضوع في كتير ناس حكوا في كتير ناس هيك انا ببرد عليهم ولا بعطونا اهمية ابدا بس بهذا الموضوع بالذات لانه كانوا الناس اللي حكوا عليه كانوا من اقرب الناس لالي ان كان هو هي كلهم فانا متفاجئ كتير عشان هيك طلعت وحكيت والصراحة انا فخور بهاد الشي لانه اي واحد بقع هالوعه بحسن يقوم ويتعلم من غيره الحمد لله عطوني دروس كتير حلوة شكرا لكل ايام اللي كانت سوا وهيك كل واحد طريقه الله يوفق الجميع ولا تحطوا بباكن ابدا انه انا بكرى حدا او انا مليم سامح حدا او انا حيط حقد حدا هننا بحررين اذا بدون يحطوا حقد او لا بس الله كبير وبابا انساشي وغيرك يا جماعة جلدين الخاص انه نور انت زعلن عبيحكوا هيك لا لا يا جماعة بالعكس الحمد لله الله مو ببعدين يعني اردت شون الله يمهل ولا يهمل تمام عكل حال يا جماعة رجان لا حد يسكر لي اسموهن ابدا لانه انا حابب انه هاي الصفحة تم بس لتضحك وهالشغلات اما باللسبة لهذا التسجيل فاول شي صراحة اني ما شايف بالموضوع اكو فضيحة اصلا وانه ما بالعكس يثبت انه ايمو مار ولا حتى باريش داد هما اللي كانوا خاينين نور مار من البداية فلو بديني باريش داد فمعقول انه هو يطلع من الفريق لانه نور مار مبقى عنده اصدقاء فهذا حكا صراحة جدا غريب انه انت تعوف صاحبك لانه ما عنده اصدقاء وبالعكس كان لازم توقف وياه متعوفة يعني هما بالنسبة لأيمو مار فهذا التسجيل من الواضح انه كان قديم على وقت لما كان بالفريق فممكن توضح لي ليش انت شد السجل هذا التسجيل الا اذا تكن تناوي تغذر بنور مار بالمستقبل فصراحة انا حاب ان اصف وقلك على هذي الصداقة اذا كلاني انا ما ادري اكتبوا لي رأيكم بالكومنتات منه الغلطان ومنه وياه بالنسبة للخبر الثاني اللي عادنا عن نور مار فنور نزل على سابه بالانستجرام هذا الانستوري اللي يقول بي انه باجر رح ينزل مقطع على اليوتيوب وبهذا المقطع رح يزور بي شخص او شخصين مصابين بالكارونا واللي هما يا رمار جلدين بكرافي فيديو على قناة الاساسية ختم الاخير زرنا اثنين مكورنين عبيتون فيديو كتير حلو خليكن جاهزين بكراع الساعة وقناة الاساسية وانا حسبت انه كن فهمت ومين هنا اثنين مكورنين عبيين يارا وانور ما حسب ما عارفت كن انه مراتهم مستحيلة زر مبيين اثنين مكورنين وبعرفون وروح تزرتون يعني بيين يارا وانور بكراع الساعة عربة الفيديو رح يكون نار طبعا من واضح انه انور مار ويار مار تشافه من الكارونا فالف الحمدلاء على السلامة في اللي هذا هو قدر طبعا انه يزورهم الخبر الثالث اللي عادنا عن تهجوم المتابعين على نورستار بسبب هذه الصورة اللي نزلت على حساب الانستجرام اللي مقلدة بها نارين بشكل مطبيعي ولي من الواضح التقليد طبعا لكن ممكن يكون الموضوع صدفة مو اكثر وصرحت انا شايف الموضوع عادي عليكم يكتبونا بالكومنتات رأيكم هل تستحق التهجوم او لا وبس والله انه وصلنا لنهاية المقطع اتمنى المقطع جاوكم انتسوا تحطوه لايك وتشتركوا بالقناة كان يكون فايزة مقالة مملكة القصص وبس مع السلامة